أمي سارة الجبار سبحان الله يعني ديما نرجع وسلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجموش يعني نبدأ وحديثنا إلا بصلاة على محمد اللهم يا رب إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة البطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما انظر لنا بعين الرحمة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جبر الخواطر يعني كنا قبل كنا ندارس أسماء الله الحسنة ثم أسماء ترجنا ثم أسماء تخوفنا كما الجبار كما القهار هي فعلا تخوف هي فعلا يعني عظمة رب وقوة رب سبحانه وتعالى ولكن طم جانب آخر وقت اللي ندخل ونغوصه فالبحر هذا لو كان البحر مدادة لكلمات يا ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات وربك قديش بعدك تخلنا الأسماء اللي الحسنة نلقاه الجبار قد ما خفنا من الاسم قد ما حبناه يا بنتي حبينا اسم الجبار لأنه على قد ما يجبر يعني جبار على الظالمين هو يجبر كسر المنكسرين ويجبر بخواطركم وخواطرنا الجبار اللي يجبر كسورنا الجبار اللي احنا قريب فإني قريب أجيبه دعوة الداعي وقت اللي تمشي للجبار يعني تحس براحة ويعني يسمل عليكم وولدنا في الصحة يعني نعم طب طب ويجبر بالكسر يقول لك عمال يسمل عليكم جبيرة بش يلططم بش الكسر معنته يرجع لمكانه نعم يعني ثم اسمل عليكم كسور نفسية وكسور اجتماعية ربي يجبر بيها وهذه ما يسعيبة من أعظم العبادات اللي حبها ربي سبحانه وتعالى ومن أجل العبادات اللي حبها ربي سبحانه وتعالى ومن أفضل العبادات اللي فيها برشة فضل من غير يعني ما جهد ولا تقص تذكرة تذكرة للعمرة ولا الحجة ولا تطلب مال ولا تطلب يعني استقبال قبلة ولا تطلب لباس يعني لزمك هذا جاب الخواطر كلمة طيبة ومثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعننا عدة أمثلة إن شاء الله ربي بارك في الوقت كما ذكرتنا بنتنا عنا عدة أمثلة في السيرة العطرة يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام انهار تخلي على غير وقت الصلاة يلقى رجل أبو أمامة يلقى سبلة عليكم ورب يحفظكم به هم وحزن قالوا أنت شنو اللي جلسك هون في غيري وقت الصلاة قالوا يا رسول الله ما لقيت شوين نمشي والقيت شوين نشكي بأمي ونحكي بسري يا رسول الله جيت البيت الله جيت ما أنت ما دي تسويقاتي هون نشكي للرب سبحانه وتعالى ما هم بي فسيدنا عليه الصلاة والسلام ثم لمسات لسيدنا اللي يقرس سيرة العطرة طوى أطباء العالم النفسانيين يعني يقول لك وقت اللي تلقى بسم الله عليكم إنسان منكسر تبتسم له كي تلقى إنسان منكسر الطبطب على كتافه وقت اللي تلقى إنسان منكسر يعني تحتضنه هذا اللي عمله سيدنا عليه الصلاة والسلام قالوا يا أمامة ابتسل ما لهو واحتضنه وقالوا يا أبا أمامة مش نعلمك حديث دعاة تقوله فربي سبحانه وتعالى يجبر بكسرك اسم اللي عليكم فقالوا قول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فالتوى أحنا يعني معاشر المؤمنين التوى هالذكر هذا تعلمناه من أبا أمامة تعلمناه من سيدنا عليه الصلاة والسلام أفكار الصباح والمساء كل يوم نقوله يا ربي أعوذ بك من الهم والحزن اسم اللي عليكم ساعة انكسار من قلة مال ولا صحة ولا أشكال اجتماعي ولا عائلي ولا أرحام ولا يعني في العمل ولا اقتصادي يعني ولا نبلونكم كل حد شنو والابتلا متاعه تجأل الجبار الرب سبحانه وتعالى وتقوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ثم فترة والقاسينا عليه الصلاة والسلام أبا أمامة ومستبشروا وببتسم قالوا يا أبا أمامة كما تقول الوالدة الله يرحمها بتحكي ليش إشكالك سميلي عليك أحكي لي فرحتك أحكي لي راني متفرهد أنا وزوجي أحكي لي راني مشيت فرهدت أنا ولديتي بتحكي لي اسم اللي عليك فقالوا يا أبا أمامة الابتسامة ما شاء الله قالوا يا رسول الله لتزمت بك الدعاء فرب يقضى عني ديني ورب يفرش كربي ونحس بسعادة وفرحة في قلبي ما يعلمها كان ربي ما نجبش نصفها يعني فهذا نذكروا به أنفسنا وخيانا السيدة المشاهدين كيف كيف يعني شو جبر الخواطر سيدنا عليه الصلاة والسلام افتقد امرأة عجوز كانت تتنظف المسجد فافتقدها قالهم وينك المرأة يعني فلانة قالوا لهم لقد توفيت فغضب سيدنا عليه الصلاة والسلام قالوا لهم علش ما قلتوليش يلا بنا ودلوني على قبرها وربي يطول أعماركم في تعط ربي ويبارك لكم في أعماركم امشي عليه الصلاة والسلام امشي القبرها يعني وزارها ودعالها ودعالها بالرحمة وصلى عليها الجنازة يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام موقف آخر تعلمناه من أمنا وحنا تعرفنا يعني نحكيه على الصحابية سيدة خديجة نعم لما تناثر عقدها نعم تناثر عقدها سيدة عائشة نعم ربي بارك فيه بنتي الغالية جبل خاطر سيدة عائشة يعني سكرتك وكأ Linda سيدي نحكيه عليهم يعني لقاها تبكي سيدة عائشة نأتي تورجعتي سيدة عائشة ثم بعد نرقة سيدة خديجة مانجمش نتعاد على تناثر عقدها ومحكيش عنها حاطر تحير فيها مرة المهكة تحير فيها المرأة اللي فيها والمرأة رقيقة برسة وخيركم وخيركم لأهله وانا اليوم جدة يعني وفي أمس الحاجة لكلمة طيبة والمرأة رقيقة ما تتصوروش قديش الكلمة طيبة تأثر في كل الناس وخاصة للمرأة القاس سيدة عائشة يعني تبكي ومتأثر قال اشبيك يا عائشة قلت يا رسول الله عقد للك اللي انت هديته يعني تناثر سيدنا عليه الصلاة والسلام عنده هم الأمة سيدنا عليه الصلاة والسلام راه هو إمام المرسلين سيدنا عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير يجثوا على ركبتي عبي أبي أنت وأمي يا رسول الله ويلب العقد بالحبة بالحبة وما نام وما نامت وما غمضوا عينيهم إلا ما العقد كامل شامل في جيدها عقد في جيدها قد اكتملوا يا ما كتبوا عليه الشعراء فقدش يأثر فيه هذا يعني سبحان الله يا أزواج تعلموا من محمد يا أزواج تعلموا من رسول الله وحيركم خيركم خيركم يا أهلا سيدة حديجة رضي الله عنها وأرضاها جاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحامل يعني الرسالة من أول آية اقرأ باسمي رب اقرأ يا محمد قالوا ما أنا بقارأ يعني ضمه وتعرق سيدنا عليه الصلاة والسلام وتعب سيدنا أول مرة في الغار في ظلمة الليل يعني إلا من نور القبر ومن نور محمد ومن نور القرآن يعني سبحان الله اقرأ وإقرأ هذه الضمات الثلاث زادتها برشة أسرار عشانا نحكيه عليها ضمه حتى يعني تأثر سيدنا وتسبب عرقه مشاي يجري لسيدة خديجة لش كون مشاء للسيدة خديجة لش كون مشاء لزوجته ممشيش المقاهي وممشيش الأصحابه وممشيش الزملاء ومحكيش سره في المقاهي ومحكيش سره ونشره يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام كل خطوة كل لمسة كل تقرير من سيدنا إلا نتعلموا منه شا عملت سيدة خديجة كل مراء العظيمة كل مراء الأمة اللي يقول يعني أنا نقول إنها كانت أمة ويقول أبا بكر أمة وسيدنا أبراهيم في القرآن قال إنه كان أمة أنا نقول لحقيقة كل ما نقرأ على السيدة خديجة ونقول هي أمة النساء هي أمة نتعلموا منها وقت اللي جاء مخر وجاء في الليل سيدنا يا زوجاتها ونتعلموا كما يا أزواج نتعلموا حتى احنا نتعلموا الزوجات جاءها مخر سيدنا وجاءها في الليل وجاء يتسبب عرق وجاء وقت غاب عليها الأيام والليالي ويعني في كل حالة هذيك أول شيش قلنا إذن نصائح الثلاثة الابتسامة والطبطبة والاحتضان بتعلموها مبعضنا أزواج وزوجات أصدقاء وصديقات يعني بتبع الصديقات مش احتضانة حاجة أخرى يعني نحكيه الأزواج والزوجات الابتسامة في وجه أخيك صدقة مليحظة فقط يعني فابتسمت له السيدة خديدة بالله أمي سارة بعد إذن بش نختم الوقت المبارك بش نرجع أيوب بش تعطينا نصيحة محبها مباشرة لولادنا كيفش يختاروا محتويهم ليتقراك كما قلت أيوب برا وكلهم غادي أمي سارة بعد إذنك